ما هي الجمل الثلاث التي إذا قيلت للنرجسي تدمره وتغضبه وتغرقه في الإحباط والحزن مرحبا عزيزاتي أعزائي معكم صديقتكم ماجدة وأنا هنا من أجل ضحايا النرجسيين والنرجسيات لمساعدتهم على فهم ما حصل أثناء العلاقة مع النرجسي وما سيحصل بعد انتهائها كما أنوه للذكور المحترمين الذين يتابعون قناتي بتغيير ضميره ولضميره لأن كل ما أقوله ينطبق دوما على النرجسيين والنرجسيات على حد سواء فاضطراب الشخصية النرجسية ليس حكرا على الذكور فقط وإنما نسبة كبيرة جدا من نساء العالم هنا نرجسيات بصفتنا آدميون بشر لدينا عقل وقلب وروح خلقنا الله في هذا العالم للعيش مع الآخرين للاتصال والتواصل مع الآخرين وخوض علاقات سوية تنبني على الاحترام والود والتفاهم وهذه أشياء فطرية نتعلمها ونفعلها ونمارسها منذ نعومة أظافرنا التفاعل مع المحيط الذي ننشأ فيه والأشخاص المحيطين بنا ونشر معهم بالتشارك والتفاهم والانسجام إذن لماذا المسألة تختلف تماما عند تعاملنا مع الكائم الذي يدعى نرجسي؟ لماذا التعامل معه جد جد معقد؟ جد صعب؟ جد خطير؟ مرهق؟ منهك؟ غريب؟ فضيع؟ لماذا يعتبر التفاهم أو التواصل معه شيئا مستحيلا لدرجة أننا وقبل حتى أن نفتح فمنا بكلمة معه نتوقع ردة فعل قاسية ومؤلمة منه ونخشى لسانه الصليط ونشعر بالرهبة والخوف مما سوف يقوله أو ما سيفعله؟ السبب بكل بساطة هو أن الجلالته دوما على حق حضرة النرجسي باشا بطريقته الهمجية في التعامل وردود أفعاله العنيفة والقاسية يوصل لنا رسالة مفادها أننا لا شيء لا قيمة لنا كلامنا كله خطأ تصرفات وكلها غبية وهو على الصواب ما يقوله هو الصواب وكل ما يفعله الصواب ويعتمد على ذلك بالحجج الضعيفة الواهنة الغير منطقية بالمرة وبأسلوبه المتعالي المتغطرس ولا مبالاته التي تجعلكم مهما قلتم ومهما عدتم ومهما فعلتم بدون جدوى لأنه لا يراكم ولا يسمعكم هو يرى ويسمع نفسه فقط لأنه يضع سدادة أذن نعم أنتم لا ترونها لأنها ليست ملموسة إنها سدادة معنوية تجعله لا يسمع إلا ما يرغب في سماعه في الواقع هذه السدادة الغير مرئية التي يضعها النرجسيون جميعهم في أذانهم تتيح لهم التحكم في سماع ما يعجبهم وتجهل ما لا يعجبهم منتهى الغباء منتهى السطحية ومنتهى عدم النضوج إما أن يسمع ما يعجبه أو لا يسمع إما أن يأخذ كل شيء أو لا شيء إما أبيض وإما أسود إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده مخلوق عجيب مخلوق محبط مزعج ومتعب ولا أدري لست أدري كيف لبعض الناس أن يرموا الضحايا للهلاك وينصحهم بالبقاء مع النرجسي وتحمله ومحاولة تغييره وكيف للضحية أن تقبل أن تستنزف أن تتعب أن تصاب بأمراض نفسية وأمراض عضوية خطيرة توصل إلى الموت من أجل وحش آدمي وليس إنسانا الإنسان يصبر مع الشخص يشعر يقدر يبادر يهتم يشعر بالامتنان والتقدير أنت تعطي لشخص يعطيك يبادلك العطاء الإنسان يقف مع من وقف إلى جانبه مع من سانده هذه مرؤة شهامة أصالة والأصالة تكون مع الأصيل وليس مع ابن الحرام أمثال النرجسي المستغل الانتهازي المتملق عديم الإحساس متبلد المشاعر الذي لا يعرف سوى التلعب والكذب والخيامة شيء يقهر إذن انطلاقا من معرفتنا بهذه الشخصية السمة نستخلص أن لا فائدة تذكر من التجاوب معه والانفعال عليه وفقدان السيطرة على أعصابك والدخول في مشاحنات تستنزفك وتفقدك قوتك وطاقتك فيما هو يضع سدادة على أذنيه ويبتسم ويحرق دمك هكذا تسليه يستمتع برؤيتك حزينة غاضبة ومقهورة وخصوصا أنه ليس هو فقط بل النرجسيون جميعهم لديهم قدرة خارقة على جعل أي إنسان في العالم مهما كان لديه صبر وحكمة وثبات انفعالي أن يفقد السيطرة على أعصابه ويخرج عن شعوره ويستشيط غضبا لهذا فدوما الخيار الأفضل أمام السيلي أو الوابل من الرصاص الذي يطلقه النرجسي من فمه من كلمات نابية وعبارات جارحة يبقى هو الصمت والتجاهل أنا أقول الصمت والتجاهل هو سيد الخيارات أوكي إنما الصمت والتجاهل ليس شيئا في مقدور أي شخص أن يمارسه إذا كنتم ممن لديهم القدرة على السيطرة على أعصابهم وتتمتعون بميزة الدم الإنجليزي فهني أن لكم ما عليكم إلا أن تصمتوا ولا تلتفتوا له لا تعيروه أي انتباه لا تعيروه اهتماما وستقضون على غروره وستنزلونه إلى أسفل الأرض أما إذا كنتم مثلي عصبية لأقصى درجة وأعتقد أنني أنا أصلا يجب أن أعالج لأنني أعاني كثيرا من مسألة عدم السيطرة على أعصابي ليس لدي ثبات انفعالي بالمرة فأنا أصاب بنوبات البانيك أتاك مع أن يستفزني أحد أو أشعر بوضع غير طبيعي قلبي يبدأ بالخفقان بسرعة يدي يأخذاني وضع الاستعداد أشعر بالتهديد أتعرق بشدة وأفقد السيطرة تماما على أعصابي وأفقد الحكمة فردة فعل مثل مسألة الصمت والتجاهل أنا نوي يستحل أن أجدها أنا لا أتحكم في نفسي ليس لدي قدرة على السيطرة على أعصابي وأعرف أن هناك مثل الكثيرون والكثيرات ممن لديهم ردود أفعال قوية أو عنيفة فنحن في النهاية بشر لسنا روبوتات نحن أيضا نشعر نحن أيضا نغضب ونثور وننفعل لهذا فهذه الفئة هي المستهدفة اليوم والتي أتوجه لها بحديثي في موضوعي لليوم ممن يستطيع أن يتجهل النرجسي ويحافظ على هدوئه وبرودة دمه وثبات الإنفعال فليفعل ومن كان عصبيا وردود أفعاله قوية مثلي فسوف أخبركم بثلاث قصف جبهات تشل دماغ النرجسي وتفكيره وتعيده لحجمه الطبيعي وتغرقه من جديد في عالمه الموحش المظلم والفارغ وتكسر تلك الأنى العالية عنده تمام مفهوم مستعدون للمواجهة وإعادة الصفعة له صفعتين إذن ما هي هذه الجمل الثلاث التي تستطيع فعل كل هذا وأكثر وعلى ضمانة الشخصية أول جملة أنا آسفة من أجلك أنك تشعر هكذا النرجسي كعادته يغضب من أجل لا شيء يغضب بدون سبب وطبعا يلومك ويتهمك أنت دوما بكل ما يحصل له أو ما يشعر به كعادته طبعا ولهدف أساسي هو إهانتك والانتقاص من شأنك والتقليل من قيمتك وزازعت توازنك النفسي لهذا فعندما يقوم بذلك قولي له وأنت تبتسمين أنا آسفة من أجلك بأن لديك هذا الشعور أو بأنك تعتقد هذا أو إذا أردت تلطيف العبارة أنا آسفة من أجلك هي حبيبي بأنك تشعر هكذا ومباشرة تكونين قد سجلت هدفا في مرمى مقابل صفر للخصم تتسألون لماذا؟ لأن النرجسي عندما يلومك أو يتهمك بأنك السبب في الوضع الذي وصل إليه أو يتهمك بأنك المسؤولة عن ما يحصل فهو بالمقابل ينتظر منك أن تخافي وأن تعتذر له وتحاولي فعل كل شيء تستطيعين فعله من أجل إصلاح الأمر ينتظر أن يراك حزينة مقهورة مضطربة تحاولين الدفاع عن نفسك ودفي التهم التي يوجهها لك من أجل صحقك والاستمتاع بمشاهدة تأثيره السيء عليك مع الأسف لن يكون هذا هو الوضع من اليوم فصاعدا ستقطعون عليه الطريقة مباشرة وفورا هذا المعتوه بيجعله يواجه مشاعره بنفسه وتعيدون له تهمه وعتابه ولومه الدائم الذي يشبه أسلوب الطفل ذو الأربع سنوات دائم الشكوى والمطالب والعتاب والبكاء ستجعلونه يقف مباشرة في مواجهة خلل شخصيته لتذكروه بأنه هو من يعاني من الخلل ولستم أنتم صدقوني إنها طريقة فعالة ومجربة ونتائجها مؤكدة الجملة الثانية التي تدمر النرجسي حرفيا وتبعثر أوراقه هي أوكي أنا أوافق على أن تراني وتحكم علي بشكل مختلف عما أنا عليه حقا وعن الصورة التي يراني بها الآخرون يراني بها الآخرون المغزى من هذه العبارة وهنا سأضطر لعطائكم مثلا لتفهموا المقصودة من الجملة أنت تعملين لديك عمل أو وظيفة وقد تلقيت علاوة للتو وبطبيعة الحال أنت سعيدة جدا بهذه الهدية وهذا الرزق وكل المحيطين بك أيضا فارحون وسعيدون من أجلك وأكيد وطبعا وبدون شك أن الرجسي هو الوحيد الاستثناء في هذا الموضوع سيقول عن جد حقا اللي اسمعته مظبوط أخذت علاوة أخذت علاوة في الشغل أكيد مش عشان شغلك المتقون ولا علشان مهاراتك في الشغل أكيد التبس عليهم الأمر وحصل عندهم تشابون في الأسماء وبدل أن يمنحها لمن يستحقها منحها لك أنت بالغلص ها 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 أنت محظوظة أن يكون لديك مدير ومسؤولون في منتهى الإهمال واللا مبالات حتى يعطو العلاوات لمن لا يستحقها أيوه لقد أوجعك أليس كذلك؟ النرجسي قد قال لك فورا وبشكل واضح وصريح بأنك لن تستحقين العلاوة وبأنه غير سعيد من أجلك تمام إذن ماذا ستفعلين بعد تلقيك هذه الصفعة المؤلمة على خدك؟ هل ستسكتين؟ طبعا لا ولتيجي ستعيدين له الصفعة صفعتين بل رصاصتين في دماغه المعتوى وستردين بتلك الابتسامة العريضة التي تنم عن الرضا وعن الثقة في النفس هل تعلموا يا عزيزي؟ منذ مدة طويلة أنا راضية وموافقة ولا مشكلة لدي إطلاقا بأن تراني بطريقة مختلفة تماما عما أنا عليه في الواقع وعما يراني عليه الآخرون أنت تراني هكذا لا عليك أنا موافقة هذا الجواب من الأجوبة المفاجئة التي لم يتعود عليها النرجسي ولا يحبها لأنه أساسا لا يحب المفاجئات ولا يحب كل جديد ومختلف لهذا فسوف يفكر في الجملة بدون أن يهمس بكلمة واحدة سيشغل ذلك الدماغ المخلخل الذي يقع داخل جمجمته وسيحلل الجملة وإذا كان ذكيا كفاية كما يدعي فسيصل إلى المبتغى والمقصود من الجملة وسيفهم أنك قد أخبرته توا بأن رأيك التافها لا يهمني بتاتا وهذا هو المغزى من العبارة التي أخبرتك بها هدف سجلت هدفا آخر في مرماه وبقيت شباكك نظيفة فورتسا ميلان فورتسا مالديني الجملة الثالثة التي يجب أن تستخدمها لتجعل النرجسي يخرس فورا ويسكر تمه ويحس حاله كثير كثير صغير وحقير هي حسنة آه أوكي وهذه الجملة ستعتمدينها من اليوم وطالعا على أي جملة يقولها لك النرجسي سوف تصبح جملتك أو عبارتك المفضلة آه حقا أوكي شو؟ فعلا؟ طيب عندما يقول لك النرجسي أي شيء؟ تبتسمين وتقولين عن جد؟ أوكي يقول أنا أستحمل حماقاتك غبائك تصرفاتك الطائشة تردين مع الابتسامة العريضة الجميلة القمر 14 وتقولين أو الله أوكي أيضا من عادتي أن يقول أي شيء أنا بعمله علشانك أنت ما بتستحقهوش كل ما أفعله من أجلك أنت لا ترينه أنا أطعمك أنا خليتك تصيري هانم أنا بلبسك أنا أحميكي أنا 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 فقط استديري وقولي له إيه إيه ماشي بس فقط هل فهمتم ما أطلبوه منكم؟ لا توجهوا العنف اللفظي المؤلم للنرجسي بالشجار تلك الجمال والعبارات الجارحة القاسية المؤمن المؤلمة والمحبطة التي يستخدمها للنيل منك وتعذيبك نفسيا بإحباطك وإهانتك وكسر خاطرك وقلبك لا هذا لن يحصل بعد اليوم وكل الثرثرة الخاوية التي سيفتح فمه ويقولها لك أنت من اليوم وصاعدا ستعتبرينها سلاحا ضده هو لأن مهما قال ومهما سيقول أنت ستضربين له في عرض الحائط كل مخططاته وتفشلين كل نواياه التي كان يريد منها النيل منك وسحقك أنت هل تعرفين الهجمة المرتدة في عالم كرة القدم؟ ما بترفعش؟ ولا عملك سماتي عنها؟ ولا أنا؟ بس هنعملها برضو هنعمل هجمة مرتدة وسنسجل الهدف من جديد في مرمى وسنفوز في المقابلة فقط عن طريق الردبي أوكي اي 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 اكيد اكيد اي صح كلامك مظبوط اه مظبوط طبعا طبعا احيانا يجب علينا او يفرد علينا العيش مع هذه الشخصيات التي لا ندري ماذا فعلنا مع الله حتى نلتقي بهم والمصيمة الاعظام هي عندما يكون النرجسي ابنا او بنتا او اما او ابا ولا تستطيعون اهانته او طرده او ضربه او رفع دعوة قضائية عليه او يكون زوجا انت ليس لديك مال او مكان للذهاب اليه ومضطرة للبقاء تحت رحمته وفي نفس الوقت نفسك حارة جدا ولا تنضين بالذل ولا بالاهانة وتحبين معاقبة الشخصي والنيل منه بالطريقة التي تناسبه والتي تناسب افعاله احيانا يجب ان تنتزعي السلام عنوة ورغم عن النرجسي وهذه الجمل الثلاث ستحل عليك مؤقتا عدة مشاكل تتعلق بالتواصل مع النرجسي كنت معكم انا صديقتكم ماجدة تمتم في رعاية الله تحفظكم وترعاكم وإلى اللقاء